أجزاء العزاء الصباح الأنوار صباح السرور صباح الصباح على عيونكم الحلوة وعلى قلوبكم الطيبة حديثنا بمسيئة الله لهذا الصباح من قناة صوت الإنسانية من القلب إلى القلب بأنوان الأخت أم آلاء والأخ أبو آلاء يعني عائلة كاملة أرسلون قالوا إلى متى أنظل إحنا الصاقطين يضحكون علينا هذولا ناس صاقطين يعني عملية سياسية صاقطة يضحكون على الشعب يوم التطبيع يوم ما أعرف شنو يومية فتشغلة جديدة مطلعيننا هسه مطلعيننا قانون سانت ليغو زين سانت ليغو أو سانت ميغو أو شيغو إحنا شنو المستفادين من عنده يعني يعني عدنا مثل شعبي يقول نفس الطاس ونفس الحمام انغربت ونشرجت خوجة علي ملا علي وظلوا يحشون فتحشي عاريت لأستاذنا الفاضل يعني أنت شنو عملك مهنتك شنو قال أنا مدرس ثانوي وزوجتي أيضا مدرسة فإحنا حبينا أنا نخابرك ونقول لك الموضوع كذا وكذا وتحشي النبي إلى متى ما يستحون ذولا ما يستحون هما وتشرين وغير تشرين والمعارضة كلهم ذولا هذا كله ضحك عدقون دا يضحكون علينا وظلوا يحشون حجي كل شي هو حقيقة قلت له يا باني أشكرك قال أريدك حجي أنت تكمل الموضوع وجزاك الله خير الجزاء قلت له ممنون من عندك وأنا خادم أخواننا الأعزاء حسا ما أدن منين نبدي يعني حقيقة سانت ليغو هذا قانون الانتخابات اللي طلعوا الآن يعني موجودين الإطار وغير الإطار يعني اللي موجودين طلعهم وجماعة رافضين بحدود السبعين نائب أكثر رافضي طيب كلكم أنتوا النواب 329 نائب أنا أريد أسألكم كلكم أنتوا شنو قدمتون نيام سوى هذا القانون أو غير قانون وكل من 2003 إلى هسه من 2005 إلى هسه شقدمتوا للشعب بنيتونا مجمعات سكنية أنا هذا الحجر راح أحتيه طبعا بكل موضوع أحتيه حقيقة يعني أدري بعض الأخوان وبعض الأخوات الكرام راح يغجون بس لابد من الكلام به بنيتونا مجمعات سكنية بكل محافظة نص مليون شقة أو مليون شقة فوقي وعمودي بنيته ووزعته للموظفين وللمتقاعدين وللناس الكسبة وللعسكريين والقوى الأمن الداخل يعني الأبناء الشعب بصورة عامة بنيتو مجمعات سكنية وقلتو يا بهاي المجمع السكني هذا باربعين مليون كلفته تطون كل شهر خمسة وعشرين ألف دينار لمدة مئة سنة أو خمسة عشر ألف دينار سويتو هيجي؟ لا ما سويتو بنيتو مستشفيات حكومية؟ لا ما بنيتو أنا أقول لك بنيتو مستشفيات حقيقة بنيتو مستشفيات أهلية أنا البار حفيت 8 من الشارع العديل شفت مستشفى الفرات الأوسط مستشفى الشرق الأوسط مستشفى جدا ضخمة هاي شنو أهلية مجمعات سكنية بنيتو إلكم إلكم والعشيقاتكم والأحبابكم وغيرها وغيرها إلكم مستشفيات كلها أهلية جامعات بنيتو جامعات حكومية؟ لا كلها جامعات بنيتوها أهلية انطيتوا استثمار هذا مطال المثنى شوف المجمعات السكنية الليبية وشوف الجامعات الأهلية الليبية ليش يا أخوان؟ ليش؟ إحنا شنو سانتياغو سانتيليغو وغير سانتيليغو إذا إجانا هذا أو ذاك إحنا شنو لم حصلين؟ يوم اطلعون اطبلون ما نطبع ما نطبع ما نطبع طبكم مرض إذا طبعتو إذا ما طبعتو يا إسرائيل إحنا شنو علاقتنا بالموضوع؟ أنا أروح له باللحم أقول له ولي يقولكم طلعوا أمريكا من العراق لا طلعون أمريكا طبعوا كل شي سووا أي شي كان أنتو بيناتكم حشا تسامع لا يجيب مثل مثل حرامية مصر يتعاكون اتنين تجي تفازح وميبوقوك أنتو همهيتي بس أنا أنتقد أنتقد بعض النواب للأسف الشديد يطلعون مظاهرات ويحرقون مقرات مقر مجلس النواب تحرق بناية هاي إذا مكلفة 100 مليون راح يأخذونا 500 مليون تحرقون وتائرات وتسدون طرق وتعتصمون عليمن عم عليمن عم عليمن تعتصمون وتسوون طرق وتسدون هاي بالحبوب ذوله للمحلات البيلحبوب شون يشتغلون ذول المحلات البناصرية والله شنو راح نخلي دوام ماكو ونصعد المظاهرات التصعيد يوم مظاهر يوم ودوام ماكو يوم مادي شنو يوم ماكو أنتو كلكم مشتركين بالعملية السياسية المعارضة وغير المعارضة إحنا شمحصتين منكم شنو المستفادة الشعب يعني الموظف أو المتقاعد أو الكاسب أو أي إنسان ليش مستفاد من عدكم شنو وين ها المجمعات وين ها المستشفيات وين ها المدارس للأطفال الزينة وين ها الطرق المعبدة شنو اللي مي ماكو مي ما عدنا مي وإذا يجي مي كلها طحالب وخابط ليش البيوت كلها خالها فلتر مع المي وكو ناس ما عدتها فلاتر ما عدتها فلوس ما عدتها منين يجيب منين يجيب يشتري فلتر وتعال كل 15 يوم كل 10 يوم بدل فلاتر ثلاثة وخمسة ألاف أنتو شنو ده تضحكون علينا سانتليغو ما سانتليغو إحنا شننا علاقة به هذا شننا علاقة بالقانون أنتو أنتو ليش ده تطون المجلس النواب ثلاث ملايين بدل سكن بدل إيجار ثلاث ملايين هاي وحدة الشيء الثاني أنا هيدا أسأل الرئيس الرئيس محمد الحلبوسي المحترم ليش يجيب بيش مرقة حرس ما يعرفون عربي عربي بيهم ما يعرفون البارها أحد الأخوان يقسم يمين يقول ما يعرفون عربي ذول جابوهم بيش مرقة الدخل ومجلس النواب زينتل ليش الدخل مجلس نواب ليش الدخل لجيش جيش وشمالة بيش مرقة ما يعرفون عربي ما يصير يا أخي يا أخي ما يصير ارفعت جلسة وفضت ارفعت جلسة هي هاي الديمقراطية شفت لك دولة من دول العالم الديمقراطية سويت ما حد نسويها أبدا ما حد نسويها أنا مو هي ذولة ولا هي ذولة بس احنا بصورة عامة نحتي مثل ما طيعت الجماعتك ثلاث ملايين بدل إيجار للنواب انطلبنا الشعب شنو تسويها تلازم تشاكو تشبيدك والضرب والضرب شنو ديكتاتوري احنا عدنا انتو كلكم ساقطين يعني ما قصد ساقطين خلقيا لا أخاف واحد يقول شون تقول ساقطين خلقيا ساقطين اجتماعيا ساقطين ثقافيا ساقطين أدبيا ساقطين من كل النواحي ما عدل أخلاق ساقطين انتو شنو انتو شنو نواب فلان ونواب فلان مخبوصة العالم تأخذوا لكم فشهر شهرين مثل ما اخذتو لكم قبل بمناسبات هماتين الخليج عربي لو فارسي اخذتو لكم فشهر بيها اطبلون عاد يقول عربي ذاك يقول لا كان الخليج مو عربي الخليج فارسي وهما أخذتو لكم بيها شهرين ثلاثة وهاي هماتين سانتي ليغو هماتين اخذو لكم بيه فشهر شهرين وهي خلصة السنة خلصة السنة اشبق بها موازنة وما موازنة انتو ضعفاء الشخصية السياسيين الشيعة باتش راح نكتب موضوع به السياسة الشيعية شخصيتها ضعيفة مو مال حكم الشيعي السياسي مو مال حكم مو مال حكم وان شاء الله باتش راح نحكي به هذا الموضوع يا أخواننا هم تسامحونا انتو على الإطالة يعني مادي والله يعني يضحكون علينا قانون سانتيوغو زين احنا هذا القانون شل نبيه اذا جبتوه اذا ما جبتوه انتو 329 مهتلف كل واحد خال لحماية وتقاعد تاخذون 80% على اي اساس على اي اساس تاخذون تقاعد مو هاي دول العالم هاي دول العالم احنا هم ماتين نقولكم احنا هم عدنا اقتراح مجلس النواب مجلس النواب اي نائب يجي المجلس النواب يخلص المدة مالته ويرجع الوظيفته شنو وظيفته بايسكل تي يبيع دواجن مدرس معلم محامي قاضي طبيب صيدلي مهما يكون يرجع الوظيفتك كانت كل تقاعد ما اليه هذا اقتراح اقتراح الثاني ماكو حماية الى نهائيا اي حماية ماكو اي سيارة من الدولة ماكو عنده سيارة خاصة ما لتيجي بيه ما عندي يجي على البايسكل على الموتر سيكلي يجي هاي اثنين حمايات ماكو تقاعد ماكو اكل اكثر راتب الى مليونين ونص مليونين ونص الى النائف ماكو امتيازات بعد ابدا ماكو الاكل اللي يأكله بمجلس النواب يدفع فلوسه ليش الاستاذ اللي بالجامعة يأكل من اللي يدفع فلوس او المدرس او المعلم نفس الشي يلا تسوونا ذني ونشوف مونه يجي المجلس النواب مونه راح يجي المجلس النواب وما ياخد ستمائة متر حالة حال اي مواطن لما نتوضعون لكل ابناء الشعب على ستمائة متر ستمائة متر الى للنائب هم تطول ستمائة متر يلا دي شوف مونه راح يجي المجلس النواب عودين اقوله قانون سانتياغو ماد سانتياغو ماد شنو ترى هاي كل هكلاوات احنا نعرفها ذاك الطاس وذاك الحمام نعرفكم كل الزين طبقة سياسية صاقطة بمعنى الكلمة يسعد صباحكم اصدقائي صباح الفل ولياسمين على عيونكم الحلوة كتبوا اراكم واقتراحاتكم اشتركوا بقناتنا وفعلوا جرس الاشتراك ونقولكم مع الف سلامة وعاش الاراق